ونسبة جمهور النادي الاهلي هرجعلك للمباراة انا عايز اوديك وجيبك كده عشان تعيش معايا اللحظة بالزبط قبل بداية المباراة على طول كان فيه موقف رائع جدا من حسام غالي عدوا مجلس ادارة النادي الاهلي ورئيس البعثة في هذه المباراة حسام غالي دخل المدرجات ومعه مجلس ادارة النادي الاهلي وكانوا راحين يعودوا في المكان المخصص ليهم وكان فيه زي سوق فهم هم مفهوض يعودوا في المكان دوت ولا لا فالمنظمين قالوا لهم لا انت مش مفهوض تعودوا هنا انت مفهوض تعودوا هنا فمجلس النادي الاهلي قال لا احنا عايزين نعود هنا دي صورة خاصة لنا يا جماعة دي صورة خاصة لنا شايفين هو مجلس الادارة ملموم حول المنظمين وكان فيه شوية دي حتى بالمناسبة المهندس خالد مرتاجي شاولي باشارة يعني اللوامي الدايق من التنظيم يعني ونفشك بس بالمناسبة مع الوقت طلع المكان ده مخصص للضيوف اللي جايين من برة وكان الكابتن محمود وخطير رئيس النادي موجود فيه وكان كبار الضيوف اللقطة دي بقى حلوة خليك معايا بقى في اللقطة دي عشان دي مهم معاوش فيك خلاف كان الناحة التانية على الاماكن بتاع مجلس الادارة حسام غالي سابل القصة ديت وراح دلوقتي الخلاف اللي انت شايفه دوت على ايه بقى؟ على المكان المخصص لجمهور النادي الاهلي قالوهم ان جمهور النادي الاهلي مفروض تقعد هنا وتقعد هنا يعني هو بيشاول الاماكن اللي كان فيها جمهور النادي الاهلي ومنظمين حقايا للحق تعاملوا باحترام شديد في هذا الامر بس حسام غالي كان متعصب جدا عشان جمهور النادي الاهلي يعني ما قالتش ايه انا هشوف بس المكان بتاعنا ومجلس الادارة ومش مشكلة جمهور النادي الاهلي انا بس بقولك الصورة اللي انت حريك شايفها ديت انا اللي مصورها بنفس يعني انه حسام غالي واقف شايف انت السيدة اللي واقفة داحت دي بتشوف التذاكر من اللي قاعدين وهتلف تمشي عليهم عشان تحاول تريع حسام غالي او تردي او بص ماشيينهم بيشوفوا التذاكر انتوا صح والغلط مين بقى اللي راح يعمل دا بنفسه حسام غالي رئيس البعثة قاعدوا مجلس ادارة النادي الاهلي واحد من الاسماء الكبيرة في تاريخ النادي الاهلي دا قبل المباراة المشهد دا يعرض لحضراتكم لاول مرة حسام غالي يتمسك بحق جمعين النادي الاهلي في اماكنهم في مدرج محمد الخامس وكان متعصب للغاية بس بصراحة عشان برضو يبقى امين المنظمين تعاملوا باحترام شديد جدا جدا مع كل ما هو يخص النادي الاهلي حتى لو كان فيه سوق فهم في الاماكن وفي التنظيم وفي الاماكن اللي ممكن يقعد فيها اعضاء المجلس او جماهير النادي الاهلي كان فيه شوية عصبية هنا وانتهت في الاخر على خير دي نقطة كانت قبل المباراة